السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 6 أيلول سبتمبر وبما أنه توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم أيضا موجود في برج الميزان ورح يظل موجود في برج الميزان حتى صباح يوم الغد السبت الساعة 5.18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل لبرج العقرب بعديها أما بالنسبة لمنازل القمر طبعا القمر اليوم موجود أو الآن موجود في منزلة الزبانية وهي الفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة حتى تمام الساعة 8.35 دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلام والصداقة والاستمرار الجيد بما أن القمر موجود في برج الميزان خلال هذا اليوم فإذا هذا هو أيضا أفضل وقت عاطفي لتقوية وتعزيز الروابط العاطفية لعلاقاتنا مع الأحبة أو لتحسين العلاقة الزوجية أو علاقة زوجية يعني شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيا ومن ميل الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب الرومانسي وضحين بين العشاق ولكن ممكن الغير هيك تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة ترتيب أو تزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولها كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وأيضا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة ومنح ضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضو عند الجنس الآخر وبرضو فيها نجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة 11 و10 دقائق مساء بتوقيت جرينتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لها ولكن عمليات تنظير أو مراجعات طبية إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي إجراء بعض الفحصات الدورية أخذ علاجات الاحتياط من آلام لهاي الأعضاء خلال هاي الفترة وهي خلال هذا اليوم وهو الكلا والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لا إجراء العمليات الجراحية لعلها خلال هذا اليوم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر وخصوصا للأشخاص اللي بعانوا من كثافة الشعر الطرق التقليدية أو الأشخاص اللي ما عندهم مشاكل ما في أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر زي ما حكينا بما أنه موجود في برج الميزان خلو المسار القادم بيكون غدا السبت الساعة خمسة وثمان دقائق بيبدأ صباحا بتوقيت جرينتش وبينتهي الساعة خمسة وثمانة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم الهلال الجديد عمره أربع أيام الآن الساعة ستة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينتش بنبدأ باليوم الخامس نسبة الإضاءة بتكون نهاية اليوم 12% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم 22 تسعة منتحسة اليوم بنسبة 40% القمر في الميزان حتى يوم 7 تسعة سعيد العام بنسبة 85% ساعات الصباح سعيد بنسبة 60% ساعات العصر بترجع نسبة السعادة لـ 85% عطارد في الأسد حتى يوم 9 تسعة سعيد بنسبة 10% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 تسعة سعيد بنسبة 15% المريخ في السرطان حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم القمر زي ما ذكرنا يوم أمس وموجود مقابلكم تماما فهو جيد لتعزيز العلاقات المشتركة مثل العلاقات الحب أو بين الأزواج أو شراكة عمل شراكة عاطفة عمل مشترك اليوم ولكن طاقتك بتكون ضعيفة جدا فممكن تتعقد الأمور أو تطرأ بعض البلبلة حاول أنك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيع والدعاوة القانونية خصمك قوي والعرقي اللي بتستفزك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر اليوم موجود في البيت السادس يعني عمل ونشاط وأيضا صحة وامور صحية وعلاقاتكم بزملائكم بالعمل فاليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم وممكنكم ما تجدوا تعاون من بعض الزملاء أو يكون في خلاف ما بينك وبين أحد الزملاء بدك تضبط عصابك حاول أنه اليوم برضو وأنك تتمم أعمالك وخصوصا الأعمال المهمة قبل الانتقال لعمل آخر ممكن تجد صعوبة في إتمام بعض الأعمال فتضطر للعمل وقت إضافي أكثر وأهم شيء أنك تحاذر من المشاكل الصحية إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم من الأيام المميزة أيضا بالنسبة لكم فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك أيضا الإتصالات واللقاءات لطف الأجواء وقعد العلاقات لطبيعتها اليوم بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة وهي فترة إيجابية على المستوى العاطفي على مستوى الهوايات على مستوى الحضوض على مستوى علاقتك بالأحبة أو الأبناء برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتحتل الأمور البيتية والعائلية اليوم القسط الأكبر من تفكيركم لأن القمر ما زال موجود في البيت الرابع فبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أو ممكن يكون في حدث عائلي أو مناسبة عائلية عندكم أهمش إنه تتجنب توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك وأهمش إنك ما تفرض رأيك فترة مناسبة للرحلات أو المناسبات العائلية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم نشاط عالي جدا بالتنقلات والاتصالات والسفريات القصيرة بالاهتمام بالسيارات أو بالإلكترونيات وبتنشطوا بالدراسة والسفر قدر الإمكان اليوم يعني حافل بالنسبة لإلك وبوسعك امتحان برضو بإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار وبتكثر النشاطات عندك على حسب حق الإختصاصك أو على حسب طبيعة أو بيئة عملك بتكون لك لقاءات عديدة أو اتصالات واسعة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك وعندك قدرة على الإقناع عالي جدا أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي وهذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات هدايا دعم أو جائزة أهمش أنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبالغ بمصاريفك كن معتدل وموضوع في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية أو حتى اليوم ممكن تحصل بعض الأموال اللي لا إلك أو تحل بعض المسائل اللي تتعلق بالديون كجدول الديون أو تأخيرها أو حل أزمة مالية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم أكثر فأكثر بمطاقة أعلى فاتر أفضل من الأيام الماضية بتعدلكم ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم وشعبيتكم بتكون بتصاعد وأيضا بتكونوا ملفتين للانتباه وخصوصا للجنس الآخر بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتتراجع صحتكم بينتابكم شعور بالتعب والملل لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب حاولوا أن تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز الأعمال الروتينية أو ما بوسعكم من عمل عاجل وحاولوا أنكم ما توقعوا على عقد وما تبدأوا عملي جديد أنهاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء ابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب أمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات يعني حاول أنك تأجل الأمور الضرورية والحاسمة والفيصلية في حياتك اليوم الغد بيكون أفضل برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو اتصال من أحد الأصدقاء يكون مفاجئ أو لقاء اجتماعي تستغلوا بمعارف بواسطة بحل مسألة معينة بهدر لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك لأنه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم إشي أنك ما تستسلم بل كرر المحاولات وأيضا حاول أنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهم اليوم قبل يوم الغد لأن القمر بصير في بيت متعبك برج الجدي بالنسبة للموليد برج الجدي يعتبر هذا اليوم جيد أيضا للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم وأيضا بينتبه لكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم وبتتسلط عليك الأضواء ولا تنسى أنه هذا البيت يعتبر بيت السمعة عشان هيك ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم إشي أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وما تغامر وما تخال في القوانين بل قم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع برج الدلو بالنسبة للموليد برج الدلو طبعا بتنشطه اليوم بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب والامتحانات والأمور الفلسفية ويعتبر هذا اليوم مناسب جدا لا يجراء مقابلة أو اجتياز امتحان وخصوصا امتحانات جامعية أو تقديم طلبات جامعية أو مراسلات جامعية أو بداية دراسة جامعية ممكن تبدأ عمل جديد أو تناقش موضوع وعندك القدرة أنك تناقشه بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك أهمش أنك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك هذه فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة أو لسفر أو لهجرة أو حتى للعلاقات العاطفية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم تبدأوا بمسائل تتعلق بالأموال المشتركة مثل اليوم أمس ولكن أكثر اليوم ممكن تهتموا بمسائل تتعلق بتنظيم أموركم المالية المشتركة أي المال اللي معك شريك فيه البنك ضريبة تامين زوج زوجة شريكك بالعمل وبتكون برضو فيه فرصة متاحة لمكسب مصدر وشراكة أو تعويض أهمش أنه ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وبتتجاوب معك بشكل واضح وبتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سارة للعمل دون مماطلة ودون أعذار وممكن تظهر بعض المسائل العائلية اللي شوي تعمل لك نوع من أنواع الإرباك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء